بالرغم من قلة إمكانيات هذه البعثة عام آخر من الوجع كان على الصحفيين في اليمن أن يعيشوه في سبيل الوصول إلى حقيقة تهت في دهاليز الحرب بعد أن أصبح طريقهم محفوفاً بالعديد من المخاطر وتحولت مختلف الأطراف إلى أداة لقمع آرائهم ومصادرة حقوقهم كانت آخر تلك الانتهاكات ما كشف عنه مرصد الحريات الإعلامية في أحدث تقرير له حيث رصد 143 انتهاكاً بحق الصحفيين في البلاد خلال العام المنصرم وبحسب التقرير فقد تصدر الحوثيون قائمة مرتكب الانتهاكات بواقع 70 انتهاكاً فيما مارست أطراف تابعة للحكومة 44 انتهاكاً وثلاث حالات مارستها ميليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات وما بين القتل وإصدار أحكام الاعدام وعمليات الاختطاف والاعتداء ازداد وضع الصحفيين سوءاً دون أن تتحرك أي جهة لإيقاف ذلك بل وتكتفي أغلبها بإصدار بيانات التنديد التي لم تغير من واقعهم المرير أي شيء طوال سنوات الحرب سنوات تحولت فيها اليمن إلى ساحة لتكميم الأفواه واستهداف الإعلاميين فضلاً عن تسجيلها كواحدة من أسوأ البلدان في انتهاك الحريات الإعلامية وفقاً للتصنيف العالمي لحرية الصحافة وما زاد الوضع سوءاً بالنسبة للصحفيين تعرضهم للاختطاف على أيدي عناصر تتبع السوطات الشرعية كما حدث في حضر موت من اعتقالاً لقيادات الوقفة الاحتجاجية الأسبوعية المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية طوال عام 2020 صفحته لكن سجل الانتهاكات بحق الصحفيين لم يطوى بعد حيث بات الحديث عن مساحات من الحرية بالنسبة للصحفيين في البلاد ضرباً من المستحيل في ظل غياب المؤشرات عن قيام دولة بمنح الصحفيين حقوقهم كاملة فضلاً عن توسع مساحة الاعتداءات التي تطالهم يوماً بعد آخر